السلام عليكم أم يوسف أهلا بيك يا أم يوسف فضلي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب يعني إيه الأستاذ يوسف بس بيتكلم في التليفون وانا مش سمع يا أم يوسف يوسف صوته عالي يوسف صوته عالي وأنا مش سمع السؤال معلش بالرحة كده عليه بالرحة ما تخضيوش وليلي تاني السؤال بالرحة أم ميتها وانا شهر أيوة رحمها الله ورحمة واسعة فأنا حضرتك على الوقت إيه أنا بديعي لها وبقرأ لها مثلا كل واحد ثلاث مرات على أساس الجي المصحف بقوله تختيلي ثلاث مرات بقوله الله واحد إنه إيه المصحف لازم تختيلي كل الله واحد ثلاث مرات بأقرأها لها على طول ونفنها وبعدين عايزة عارف الصدقة الجارية لها تنفحها عايزة تعمل إيه لها صدقة جارية لا تنفحها حاضر حاضر في حاجة تانية ممكن أديها الفلوس ديت إن أنا عايزة أطلحها ولا أديها للجامع أفيد إنك عايزة تديها لحد فقير يعني يعني أولا أديها هي الفلوس ولا ممكن أطلحها للجامع أفيد ألو الأحسن حاضر حاضر شكرا يا ميوسف بص يا ميوسف بص يا ميوسف أنت رحم الله أمك يعني إن شاء الله رحمة واسعة وبتقولي أنه أنت بتدعي لها وبتقرأ لها لا هو مش لازم حكاية أن أنا أقرأ المعاوزات ثلاث مرات زي ما أنت بتقول عملا مفهمت منك يعني إنما أنا أبتدي كده من المصحف من البداية وأقرأ وكل يوم أقرأ لها جزء إلا أن أنا أختم ورجعي تاني افتحي القرآن الكريم أنت مأجورة يعني أنت بتاخدي ثواب على قراءة القرآن الكريم أنت منتفعة كما أنك أنت كمان بتنفعين الولدة رحمها الله بقراءة القرآن ووهب الثوابلة فإنت لك أجر وهي لها أجر وده من باب ما بشر به النبي عليه الصلاة والسلام أن عمل الإنسان ينقطع إلا من ثلاث من ضمن ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له فإن كان هذا الدعاء في شكل الدعاء وهو المسألة والطلب أو كذلك في قراءة القرآن الكريم ثم سؤال الإنسان عقب القراءة أن رب العالمين سبحانه وتعالى يجعل المتوفى من هذه القراءة أجراً وثواباً وكلها في النهاية أعمال خير ينتفع بها المتوفى وأنه يوهبها الإنسان على قيد الحياء لأخيه الإنسان الذي توفي وإذا كان الدعاء للإنسان لأخيه الإنسان عن ظهر الغيب بيقبله الله سبحانه وتعالى وهو من أشد أنواع الدعاء قبولاً وإذا كان لأخيه الإنسان حي فما بلنا والإنسان ده متوفى فبينتفع بكل أنواع أو بكل أعمال الخير اللي بيوهبها الإنسان لأخيه الإنسان طيب هنتكلم عن حدريك عايزة يعني نعطي الصدقة في بناء مسجد ولا نعطيها لفقير محتاج هرد على حضرتك ولكن أخذ من معنا الأول سلام عليكم يا جنة أهلاً بيكي أهلاً وسهلاً يا ستة جنة أهلاً وسهلاً أيها مع حضرتك اتفضلي سمح يا جنة أستاذ هشام أسامعيننا ولا إيه طيب ناخد السؤال حتى لو هي مش سامعانا لم ياخدي السؤال ولو انقطع الاتصال حولي يا جنة كلمينا مرة تانية إذا لسه والصوت فيه مشكلة ممكن لمية في الكنترول لمية حسام تاخد السؤال من حضرتك طيب بالنسبة للصدقة اللي حضرتك عايزة تعمليها يستطيع الإنسان أنه يعمل صدقة جارية بأنه يعني أوقف الحاجة يعني أوقف المبلغ فيه بعض الجماعات الخيرية بتاخد المبالغ وتجعل الأصل بتاعها ده ثابت وما يخرج منها من سمر بحسابات مثلاً في البنوك بتصرف على أيتام بتصرف على أرامل وهكذا ده من باب الصدقة الجارية حضرتك عايزة تشتري كتب وتحطيها في مكتبات كبرى ينتفع بها طلبة العلم تجيبي كتب وتديها لطالب علم المحتاج أو تقومين برعاية بعض طلبة العلم في المؤسسات العلمية طلبة البحث العلمي طلاب دراسة في سنوات النقل العادية وإنتي عايزة تمديهم بألوان الكتب كل ده من قبيل إن الإنسان بيصنع شيء يعني النفع بتاعه على صفة الدوام لكن لما أجي هنا ده حركت عمليه في أي وقت تعايزة مثلا تتبرعي بشيء للمسجد برضو شيء جميل لكن لما يخير الإنسان فيما بين إطعام إنسان جائع وما بين المسجد يقدم الإنسان فأنا الأنفع للفقير أنا أقدمه مش لاقي واحد هروح أشتري بعض المصاحف في المسجد وهذا الأمر متاح وأجد إنسان جائع وأقدم إخراج المصاحف في المسجد على إطعام الجائع إطعام الجائع أولى وأنفع لذلك الفقير في حاله فأطعمه ذلك الجائع وفي نفس الوقت لما ربنا يكرمك بشيء تاني حطي بقى في المسجد كراسي تجيبيها للمصلين غير القادرين على شراء الكراسي بعض المصاحف لكنها أمور متاحة يستطيعه كل إنسان أن يصنعها مش معنا كده الإنسان ما يعملهاش يعملها بس الأولى فالأولى الفقير ولا المسجد الفقير إطعام الفقير فأبدأ بالفقير أولا يا أختنا الفاضلة وتقدري تستمري على الدعاء وقراءة القرآن ووهب الثواب للولدة وكل ما يفتح الله به عليك من صنيع الخير وإن شاء الله ربنا يتقبله من حضرتك إن شاء الله جات لنا جانا مرة تانية سلام عليكم أستاذ